نرجع تاني للخبر اللي بقى شبه يومي للأسف موسم الحرايق في بلدنا واللي بدأ بدري بدري مبارح كان فيه أخبار بحريق أو عن حريق وصل لمسجد السلطان أبو العلا مسجد السلطان أبو العلا اللي موجود في بولاء واللي بيمتلك واحد من أجمل التحف الأثرية أو يعتبر أجمل منبر أثري موجود في بلدنا موجود في مسجد أبو العلا في بولاء بتاع سبنا العارف بالله شيخ أبو العلا اللي عاش 120 سنة وصاحب البركات زي ما بيقول مشايخ الطرق الصوفية وأتباع الطرق الصوفية المهم منبرع أو يوم الجمعة آسف قبل المغرب بشوية كده المسجد ولها وجر يا ابن طفي بص يا ابن اللي حصل اللي جرى قالك ده مائدة رحمن أمام المسجد عملها بعض المتطوعين لإطعام الفقرة والمساكين من أبناء منطقة بولاء أبو العلا أحد أنبيب البتجاز انفجرت اتحرق العقار المقابل للمسجد وامتد النيران للميضة بتاعة المسجد حريق بمائدة إفطار امتد لمسجد السلطان أبو العلا والمعينة كشفت التفاصيل بعد الدفع بثلاث عربيات إطفاء حسب بيان رسمي للسادة في محافظة القاهرة وقالك الحمد لله أن الحريق لم يصفر عن أي أضرار داخل المسجد الأثري اللهم إلا الميضة اللي تعرضت لبعض الأضرار بسبب هذا الحريق أنا لن أعلق كثيرا على هذا الخبر اللي بقى الشبه يومي واللي بلدنا مع الأسف بتحتل المركز السادس على مستوى العالم في عدد الحريق بمعدل حريقة كل عشر دقائق كل عشر دقائق في بلدنا بيحصل حريقة وخلينا كده نتابع هذا الجزء من الفيديو بعد تداول أنباء عن حريقة أول فيديو من ميضة مسجد السلطان أبو العلا متابع الفيديو ده الميضة بتاعت مسجد السلطان أبو العلا واللي بينسب لشيخنا أو لمولانا الشيخ الصالح حسن أبو علي الملقب بابو العلا صاحب الكرامات المتوفى في العام 890 هجريا والمسجد بتاعه اللي بتبلغ مساحته 1264 مسجد واحد من المساجد الأثرية صاحبة الطراز المعماري الفريد في بلدنا واللي آخر ترميم له كان في عهد السلطان فؤاد ده المسجد وده صورة المسجد من برة ويمكن آخر مرة ترمم المسجد كان في يناير اللي فات وصاحب المسجد عاش 120 سنة حسب ما بتقول بعض الأقويل ودي بعض من الزخارف اللي زي ما بقول لحضراتكم بيمتلك واحدة من أجمل التحف الإسلامية اللي موجودة في بلدنا وهي المنبر منبر مسجد السلطان أبو العلا في بلاء والحمد لله لولا ساتر ربنا كان المسجد هو كمان اتحرق على ذكر الحرائق كان عندنا على مدار هذا الشهر تقريبا كل يوم حريقة استوديو الأهرام اتحرق ومواقد الرحمن اتحرقت معارض أهلا رمضان اتحرقت اتحرق مولات أو زي مول في التجمع الخامس اتحرق أراضي مزروعة بالأمح اتحرق ايد بيوت مواطنين اتحرقوا عشان نرحب بحضراتكم في المكانة المتقدمة أو المرتبة المتقدمة لبلدنا على مستوى العالم عشر دقايق بيبقى عندنا حريقة أو حريقة أو حادث كل عشر دقايق بلدنا السادسة على مستوى العالم ما عندناش سيستم تلقائي لإيقاف الحرائق وما عندناش كمان وسائل لمنحضة الحريقة حسب المركزي للإحصاء والتعبئة العشر سنين اللي فاتوا تم رصد 438500 حريقة وربعمية تمانية وتلاتين الف وخمسمية حريقة بمعدل حريقة كل عشر دقايق إحنا وإحنا بنتكلم هو عدى عشر دقايق من البرنامج حصل حريقة في أول البرنامج ودلوقتي هتلاقي حد بيصوت في واحدة من قرى أو نجوع الجمهورية بيقول حريقة الحق يا ابني جيب الجردل اتصل بالمطافي ما جاتش المطافي شوف الدفاع المدني واستنى الدفاع المدني اللي بيوصل بعد الحريقة متاكل يا بيت يا مصنع يا دكان يا مخزن يا مسجد عشان يبقى إجمالي خسائر الحرائق في بلدنا على مدار العشر سنوات حسب بيان المركزي للإحصاء والتعبئة 3 مليار و 600 مليون جنيه كنا نقدر نوقف هذا الاهضار نعم بسيستم حرايق يبقى عندنا نظام حرايق نتبع الكود الدولي في الحماية المهنية أو الأمان الصناعي نوفر نقط مطافي في كل قرية أو في كل قرية مركزية نسحل طرق الإسعافات نحل المشاكل دي بتوفير أجهزة حريق مناسبة مش مضروبة ولا مغشوشة نخلي القوانين أكتر صرامة في التعامل مع مخالفات الأمان اللي بتتعلق بالحرايق سبب كالعادة هو إهمال الدولة إهمال الدولة الفاعل الرئيسي في كل المصايب اللي بيعيشها المواطن الإهمال والفساد أهم الأسباب متى تتوقف الحرايق في بلدنا فكرين حريق القاهرة بتاع زمان أو عفوا من يوم حريق القاهرة وبلدنا موعودة بمسلسل الحرايق اللي لا يستسنى منه أحد لا مصالح حكومية ولا مستشفيات ولا مدارس ولا جامعات لا مساجد ولا كنايس ويمكن الكنيس بيبقالها موسم كده لو موسم الحرايق لو قبل احتفالات أخوانا الأقباط تلاقي كم كنيسة ولاعت كم مسجد ولاع مش عارف في نهاية السنة المالية ده موسم الحرايق في المصالح الحكومية تلاقي شهر عقار يولع هنا خزينة مستشفى ولاعت مش عارف ضرايب ولاعت حضانات أطفال أيضا زي ما حصل في المينيا الأسبوع اللي فات نتمنى السلامة للجميع والحكومة تهتم شوية بحياة الموضع